اشتركوا في القناة المستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بها الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بالتحية والتقدير لشعب مصر العظيم هذا الشعب الأبي الكريم الحقيقة النهاردة إحنا كان فيه نقاش مطول جدا بشأن تدعيات وتطور الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العالم وفي مصر وكل ما يتعلق بهذا الموضوع تم الحقيقة خد وقته في النقاش وكل السيداريات المختلفة اللي خاصة بهذا الموقف تم يعني تم عرضه من جانب السادة المسؤولين سادة في وزارة الصحة أو في وزارة التعليم العالي أو السادة المستشار للشؤون الصحية أو من دولة الرئيس خليني أن أنا في هذا الأمر يعني عشان أسجل التقدير والاحترام للأطقم الطبية اللي ما زالت بتقوم بدور عظيم جدا جدا بدأ الحقيقة من يمكن من نهاية السنة اللي فاتت وحتى الآن مستمر في بزل جهد ضخم جدا جدا للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين والحقيقة اللي تحقق في هذا المجال بكل تواضع كان جيد ورائع وأنا لما بقول اللي تحقق جيد مش بنسيبه بس لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي متبسلة في المستشفات الجمعية لكن المنظومة كلها في مصر الحكومة اشتغلت بكل ما تعنيها دي الكلمة في دراسات من وسط لجان متخصصة وإدارة الحقيقة أنا بسجل لها الاحترام والتحية لهم على ما تحقق اللي كل الدنيا أشادت به اللي أنا عايز أقوله النهاردة بقى أمر مهم آخر احنا لما حصل الكلام ده أو لما تعملنا مع الأزمة اعتبرا من يمكن فبراير ومارس العامل يعني من هذا العام يعني بداية هذا العام تعملنا بشكل متوازن وهادئ جدا ومنقنا لكمش الفزع والخوف من هذا الوباء الصعب وحرصنا على أن احنا بقدر الإمكان يبقى مصار تحركنا فيه مصار متوازن واللي ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه هو يكون يعني حقق ويبقى ده يعني مصار محل تقدير ويمكن دراسة من جانب كتير من الدول على المصار اللي مصر مشت فيه في إدارة أزمتها مع هذا الوباء أنا عايز أقول بس أن الوباء ما زال مستمر وحرصنا لابد أن هو يستمر والإجراءات اللي احنا كلمنا فيها خلال الشهور اللي فاتت والحملات الإعلامية اللي تم تناولة هذا الموضوع تستمر وإجراءاتنا في الحفاظ على نفسنا تستمر وحفكركم إن إحنا لما اضطرينا خلال إدارة ما يسمى بالموجة الأولى عملنا إجراءات كتير قوي بفكركم بيها عشان مهم قوي إن إحنا ما نكررها شتين ومش هنكررها إلا بتعاونكم بحرسكم بإن أنتم بتاخدوا الأمر بمحمل الجد أنا بكلم كل الناس في مصر كل الفئات كل المستوات لما اضطرينا إن إحنا يعني نعمل عزل جزئي إن إحنا نغلق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وحاجات كتير قوي عملناها خلال الموجة الأولى وإحنا متحركين دلوقتي مش عايزين نصل إلى هذا الأمر لأن إحنا طبعا أنا الحقيقة في عرض السادة المسؤولين كان التطور ابتدى ينمو حجم الإصابات في مصر وبالتالي نحن نتحسى بأن هذا الحجم يوجه لنا رسالة بأن إحنا ناخد إجراءات أقصر شدة وأقصر قصوة زي ما كنا تعاملنا مع الموجة الأولى ده مش هيتحقق إلا بيتعاونكم إلا بحرسكم زي ما قلت عشان ما قررش الكلام تالي بس هفكركم إن إحنا على المستوى الاقتصادي خدنا إجراءات ويمكن إحنا أطلقنا ساعتها مبادرة بمئة مليار جنيه عشان نجابه الأثار بتاعت هذه الأزمة وبفكركم وبقول أنتم تابعين العالم كله وشفتوا قديه إن هذا الوباء كان ليه تأثير قاسي جدا جدا على الاقتصاديات اللي موجودة في العالم كله لكن في مصر الحمد لله رب العالمين يمكن إحنا يعني احتفظنا بجزء من النجاح نتيجة طبعا البرنامج للإصلاح الاقتصادي اللي تعمل وأيضا أنتم يا مصريين اللي تحملتم كثيرا أنا بكلم عن الإصلاح الاقتصادي طيب هنا بقى في الأمر اللي احنا بنتكلم فيه ولنا الحقيقة بوجه مرة تلتة لكم من فضلكم من فضلكم وبهدوء شديد ومن غير خوف ولا فزع خلونا أن احنا ناخد أنا أتصور أن اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء يعني اللقاح الحقيقي الناس كلها بتتكلم على اللقاحات بيتم تجهزها في الدول المتقدمة وكل الدنيا شغالة فيها حتى عندنا نفصح نشغالين في هذا الموضوع بس ببنتكلمش ببنتكلمش فيه لغاية لما ربنا وفقنا لحاجة نقدر بنعلنها بشكل رسمي يعني لكن وبرضو بالمناسبة دي حتما تكلمنا عن اللقاح أنا دايما تعودت معكم أن أنا أبقى صادق وأمين معاكم في كل كلمة العلماء في العالم كله مجهولين بهذا الأمر وابتهدوا على أقصى ما يمكن من الاجتهاد الشركات الكبيرة عشان تصل إلى لقاح مناسب يتم ترحه مهم أول أنتو تعرفوا أن هم توصلوا لحاجة ولكن بالمعايير العلمية اللي هم والمقيس اللي هم بيستخدموها في القياس هم بيعتبروا ما توصلوا إليه هو أمر يمكن استخدامه بشكل طارق مش كده يا دكتورة ولا عشان بس بقى أنا بقول كلام معقول طب إحنا حنجيب طبعا ليه حنجيب؟ لأن إحنا يهمنا صحة المصريين لكن قبل ما نقول لقاح أو علاج حتى أنتم بحرسكم بوعيكم تقدروا تتعامله ويبقى حجم الإصابة في أديق الحدود ما كانش ممكن تنتهي كلها بلاش نقعد في الأماكن المولاقة كثيرا وده الدروس اللي طلعت في التعامل مع هذه الجائحة بلاش إن إحنا ما نحترمش التباعد اللي إحنا قلنا عليه التباعد الاجتماعي بين الناس وبعضها خلونا دايما الماسك اللي موجود يبقى ما نعتبروش وسيلة مزعجة أنا بس يمكن أول ما ابتدت أتحدث معاكم روح تشايل لكن دايما الحقيقة ببقى في الاجتماعات دي ببقى حاطة الماسك ده عشان يقلل بنسب كبيرة جدا من فرص الإصابة يعني فانتم استمروا على ده الشركات لو سمحتم شركات المأولات اللي بتشتغل المصانع اللي بتشتغل من فضلكم نستمر على ما نحن فيه وأرجو إن إحنا لو الأمر محتاج إن إحنا دكتور مصطفى نعني ننزل كمية أكبر على التموين أو كلام من هذا القبيل حتى في المدارس والجماعات والكليات وكل ما هو بيتعامل بشكل أو آخر في تزاهم خلونا إن إحنا نتعامل معاه بشكل بحرصنا من خلال فوس المواصلات في غيره وغيره وغيره آخر حاجة في النقطة دي إذا كنا بنتكلم على إن أنا زود الوقاية زود الممنعة لي كإنسان أو كإنسانة فهذا الأمر إن أنا بس من فضلكم دايما زي ما قلت كده دايما الهواء المتجدد فرصة رغم إن إحنا في الشتاء ولكن ده فرصة لو أمكن يعني ثم شوية رياضة لو برضو أمكن ثم شوية رياضة لو أمكن وهتبرو الكلام اللي بقوله ده للمرحلة دية أمر في منتعة الأهمية أمر في منتعة الأهمية مش عايز أطيل عليكم مرة تانية أنا بسجل تخديري للأطم الطبية بسجل تخديري للحكومة بأسلوب إدارتها للأزمة وبطمنكم على إن إحنا في لجنة متخصصة علمية بتدير الأزمة منذ يمكن ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن وهذه اللجنة سيتم تدعمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن إحنا نتعاقد عليها لصالح المرحلة اللي جاية مع الوضع في الاعتبار إن هذا اللقاح تبقى المعلن يعني لن يكون متوفر إلا يمكن اعتبارا من منتصف العام القادم يعني اعتبارا من يوليو أغسط سبتمبر ثم لغاية ديسمبر لكن إحنا التعاقد حيبتدي يمكن خلال أيام قليلة قادمة فإحنا متحركين في ده اللجنة هتقول لنا أفضل اللقاحات إيه وأنا قلت كلام فيما يخص هذا الموضوع إن ده أقصى ما توصل إليه العلماء أقصى ما توصل إليه العلماء في هذا البجال مرة تانية أنا بوجه لكم كل الشكر كل التقدير وكل احترام لمصر والمصريين وللجهد الكبير اللي بتبزل في القطاعات المختلفة العمل مستمر وحنفضل شغالين ونستمر في شغلنا بس مع اتخاذ إجراءات اللي تحمينا من هذا الأمر يعني أنا كالعادة بناخد بالأسباب كبشر لكن دايماً لنا يعني توجه إلى الله سبحانه وتعالى وبنقول له تاني يا رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم وربنا قادر على أن دايماً يحمينا ويعفينا من كل شر سوء شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته